قبل ما تفضحوا الفيديو اخوتي ما تنسوا اشتابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديسان في هذا الفيديو يا اخوتي رح تتمتعوا مع الجزائريين في كواليس مباراة الكاميرون ضد سويسرا وين خصروا فيها والجزائريين كامل استشفوا بالطريقة تحم المهم يا اخوتي اكم شفتوا الجزائريين واش داروا واحد الفيديوات ما خرجوش بزاف وما داروش بزاف جمعتهم ليكم اخوتي المهمة تغوع الفيديو باللايكات بلا ما نوصيكم يا الجزائريين اللايكات تعكم ثم اللايكات لان السينالهم دير حالة في القناة واذكارة في الكاميرونيين واذكارة في قصامة اهبطوا التحت خلي اللايك داعك وخلي اي تعليق يجي في بالك يا الجزائري راح تشوفوا استفزاز جزائري صاريح جدا للمشجعين الكاميرونيين يوهب لهم يا اخوتي حتى في وسط المباراة وما خلوهم ش يتفرجوا الاس سكنوا لهم في حياتهم الجزائريين من الاخرة نبدأوا بالفيديو اللول اخوتي هب لهم وفي الاخرة تع المباراة زدوا شطحوا معهم واللهم راض الجزائريين تعصح يا اخوتي شوفوا الفيديو هذا ثاني اخوتي حتى زدوا الكاميرونيين وتلموا مع الجزائريين ويغنيوا كامل قاصامة نيبالا يا اخوتي والله ما تفهموا الان نديكم الوحد الفيديو اذا ما عجبكمش اعرف باللي ماكش جزائري يا اخي من الاخرة الجزائري حرش بكاميرونيين بجيش تاع كاميرونيين يعني مش واحد ولا زوج بواحد الطريقة رح تشبعوا رحك من الاخر شوفوا الفيديو اخوتي هنا قالهم مش حال خلاص الماتش قالوا واحد زيرو قالوا ربحت ولا لا لا قالوا له لا لا شوفوا خوتي قالوا لان الجزائر تسحق تكون هنا شوفوا شوفوا خوتي كيفال النظرات حم والخزرات حم اذا الجيريا هنا ستكون اه 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 انفورتالي كيما شفتوا يا اخوتي الجزائريين مهابل طاع الصعسي جبالهم بالعقلية نورمال ها 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 ومن بعدها بهدلهم هو باين على باله بنتيجة اللقاء بس احيح يحب كشغول اللي يحرش بيهم ويتمسخر بيهم مليح مليح شكراً يا الجزائري على هاري الخرجة الان يا اخوتي نديكم الوحد الفيديو يعني ينتع منتاج دار واحد جزائري وليهو ايربن معروف يعني بتقليد الاصوات دار واحد الفيديو عالمي من الغر شوفوا مليح صانج اليوم ما كم خسرتوا وقتل على سويس واشنو هو السبب اسجل قد تقولنا ممم جو بانس كغياب نوتر جوال باكاري غزامة أفتر بالزاف على المقابلة ومنامنا وليه كيما شبتوا يا اخوتي يقلك غياب باكاري غزامة وليه أثر على المقابلة توت فاقان قالوا هالي ومنامنا إذا دعوا عليك ليدانديريا توي مار وليه جريد الدحمان دي روز بورتا يتقول بلي الماتش الثاني والثالث الكاميرون ستلعبون الجزائر كل ماتش تأسويسرا ستتعود تيزيفو 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 كما شفتوا يا أخوتي اللقطة الأخيرة تعمى جيرخ كاملت على بلكم بها تيزيفو يا أخوتي المهم يا أخوتي نزيدوا نشوفوا فيديوهات واحدة أخرين دعونا نرأيكم كل فيديو وعلقوا عليه لتحت أخوتي في التعليقات الآن نراكم حبين على بالي الجزائريين تشوفوا التحضيرات تاع المشجعين الجزائريين في قاطر لهذه المباراة كيفه كان شوفوا مليحي يا أخوتي كيفاش الخطوة تحمى داوة رح تبدأ العدوة شوفه 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 وعلى جلوش بشي سي بورتي سويسرا كونتر الكاميرون وما زال برازيل وما زال سربيا المهم الجزائريين حيولي وسربيين وبرازيليين وكلش سربيا هذا هو ملعب سربيا ومتعزنا من هذه كرية كبيرة هذا ملعبنا في تحسن العرب ممكن حاولي ثلاث مباراة سوف تذكرون شاء الله هنا ملعبنا مع مباراة مصر لا مذكره هنا ملعبنا في الان حالة مع لبنان اه يا جماعة شوفوا هنا ملعبنا جالس شوفوا شوفوا الانتقام بتاع صح شوفها لاعبي المنتخب كاميرون حطواتين وانا عندهم ما راح اترك لهم زاد قاعدوا وراهم يا أخوتي ورا الكاميرونيين مش شوفوا الجزائريين جحل مهاب الفريصاني اشتريتوا الحكم اشتريتوا الحكم اشتريتوا الحكم اشتريتوا الحكم اللي راح اصبحوا مباراة اللي راح اصبحوا 4 0 4 5 0 ها ملعب ملعب الجنوب اللي قلتك بعدنا معا ذكريات وجماعة الكاميروني باية التوافق كما شوفتوا يا الجزائريين هكذا كانت تحذيرات المشجعين تاوعنا للمباراة وهذا باين عشب الزاف في قطر نباينك شول يسكن ثم يا أخوتي من لهجة تاعوا لأنها تبدلت شوية لكنه جزائري للنخاع ملاخر هكذا بيش تفهموا يا الكاميرونيين باللي غلطة حياتكم Анكم خلطوا مع الجزائريين باللي غلطة حياتكم انكم قسطوا الجزائريين بكاش حاجة يون يسكنولكم حنايا في حياتكم خلاص الجزائري يسكنلكم في حياتكم هذه هي من الاخر يدير اف ثروة في حياتكم normal ولا Give cut ولا أف الساء المهم يسكنلكم في حياتكم متاع الصح المهم يا أخوتي يعدتي بحوتي في الفيديو تاعنا نشوفوا واحد الفيديو ليصوروا مع لبلج سعودي ولا قطري يعني مبهور يا أخوتي ولا كما نقولهم شوكي في الجمهور الجزائري شوفوا مليع تحية الجزائر دائما وأبدا يا أخوتي تحية الجزائر شوفوا يا أخوتي والله رح نزهو مزانوا يعني مبارايات كثيرة رح نزهو فيهم بإذن الله يعني مالقري متأهلناش بصعى الجزائري يستشفى والجزائري يفرح بخسارة هذاك المنتخب الخانز لي ما يستهلش حتى بش يكون في هذا المونديال يا أخوتي أم واكن جاو يلعبوا بالو مليحة ولا نقولوا معليش إحنا يضعاف عليهم ولا إيكيب ما تعرفش تلعب كالناس ما تعرفش تدير هجمة صحيح هراي في المونديال وإحنا ماناش في المونديال والله غير عيب عيب بالصحة وش رح تدير وهذه الأفريق يا أخوتي المهم إحنا يعني استشفاه وتعيى الجزائر دائما وأبدا أي سلام عليكم وما تنساوش خليونا رأيكم حول الفيديو ليعجبكم الفيديوهات هادو سلام عليكم وفي الأخير ما تنساوش دير النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة